وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على قرار اعتراف رسمي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وقال ترامب قبيل التوقيع إنه جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة وثار هذا التوقيع ردود فعل دولية مستنكرة كونها تخالف القوانين الدولية التي تؤكد أن الجولان هي أرض سورية محتلة